ورجعنا لكم مرة ثانية وما زلنا في انتظار عام جديد وهذا العام بالعديد من الأمنيات وبالعديد من الأحلام وويانة نجمة من نجوم العراق جميلة العراق كلوديا ما زلت ويانة من نورتنا في بلوستوديو وبعدنا في حوارنا ومشاريع وإنجازات وهوائي أشياء دا نحتشي بيها ورد سيجي سؤال دا يتبادر بذهني مثل ما يقولون دائما يقولون وراء كل عظيم امرأة ولكن وراء كل فنان ناجح مدير أعمال مستشار إعلامي مجموعة من الناس دائما يكونون الحجر العثرة في ما بين المعجبين وما بين الفنان يقول لك مدير أعلامي الأعلامي مالتها ما يخلي أو أريد أصل لمديرا ما يقول لك أريد رقم كلوديا أريد رقم مدير أعمالها فكرة المدير الأعمال أو المستشار الإعلامي أو الستار ميكر في حضرت شوكة الواحد يبدأ يحس أنه أنت حكم أنت من طلقة كفنانة عربية اليوم مرح أستضيفك ككلوديا العراقية منت البلد فكرة هذه شوكة واحد يحس أنه لا يعني محتاج أنه أحد يسوي لي أو يعني عدة خبرة بالسوق أو إلى آلية صناعة النجم بصراحة أكيد مهمة يعني أكيد مهم وجود مدير أعمال مع الفنان لأنه يدعم أكثر يحمي أكثر يعني ينبه أكثر دائماً اختيار يعني ينبه على اختياراته وبنفس الوقت حتى إلا يكون إلى الفنان مكانه وهي أكبر من أنه يكون عنده مستشارين أعلاميين أو يعني مدرأ أعمال أو مدير أعمال يكون على لازم بس يعني سوري لازم يكون مدير الأعمال يحب هذا الفنان أولاً ثاني شيء يكون مآمن بموهبته أوكي أحد الفنانين ويانا اليوم عرف أنه كلوديا هي أضافتنا على شعشة القيثارة أو ما عرفت أنا قالوا يفنان خلنت عرف من هو يانا أحمد الصياد أحمد الصياد كل عام أنت بخير كل عام أنت بخير سعيدة عليك سعيدة عليكم على جميع العراقيين وعلى مشاهدين قناة القيثارة إن شاء الله هاي السنة تكون سنة كلها أفراح وأعياد على العراقيين وإن شاء الله يعني الأخوة والترابط والمحبة ديناتنا وبين كل العراقيين بالخارج بالداخل وتحياتي لكم وكلوديا كل عام أنت بخير وانت بخير شونك شونكم شخباركم تمام الحمد لله أنت شخبارك هالله يخليكم كل عام وانت بخير يا رب وسنة سعيدة عليكم النجاح النجاح دائماً يعني إن شاء الله دائماً تعلق أنت أعمالك الجميلة الحلوة ودائماً متابعين لك الأعمالك الحلوة تسلم يا رب أنت اللي عمالك دائماً متألق باختياراتك وبصوتك الرائع دائماً أسمع لك آني حبيبي استاذ أحمد كل عام أنت بخير وانت بخير حموري تحياتي إليك حبيبي الله يخليكم عام أنت بخير يا ربي من النجاح لنجاح الله يسلمكم إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله الفين ودعش سنة حلوة عليك إن شاء الله الحمد لله أحمد لله عليكم وعليهم إن شاء الله أقول لك حمود شنو آخر أخبارك خل نختم السنة ناخذيتش نشوف الإنجازات اللي عندك أنا حالياً في لبنان عندي حفلات على هاي عياد راسي السنة إن شاء الله نعم وأكمل بعد لبنان يعني بعد حفلات هاي اللي حسب موجودان في لبنان بعد لبنان عندي تصوير أغنية اسمها أنا الصياد إن شاء الله عن قريب يعني أقوم بتسجيلها وتصويرها وأيضاً بعد ما نزل الألبومي الجديد العرافة والفنجان من شركة الأمارات للصوتيات في دبي بعدها أذهب يعني أروح لدبي عندي هناك حفلات أيضاً مع متعهد حفلات حسن العلي أبو علي هو فصاحب متعهد وحفلات بين العراقيين يعني أكثر شيء يتعامل مع الفنان العراقيين في دبي وإن شاء الله سمعونا أخبار جديدة وتكون الأغنية طبعاً تعدى إلى قناة القيثارة المتعلقة دائماً اللي هي الحقيقة دائماً تتابع فنانينها من الشباب وكل الفنانين وبدون هذا شيء معروف على قناة القيثارة بدون أي مقابل وبدون هذا بس حب تدعم الفنان العراقي وإحنا ممنونين إلى يعني دائماً هي العولة والقناة اللي تتابع أخبارنا أينما يكون يعني هذا واجبنا وواجبكم أيضاً أنتم تزودونا بهذه الأخبار أحمد صديق شكراً وإن شاء الله سأجد عليكم وإن شاء الله بيها نشاط مكتف إن شاء الله إن شاء الله أنا أشكركم على اقتصاركم أيضاً وأنا أحبيت عائدكم وأقول مرة ثانية كل عام أنتم بالف خير وسمحوا لي لأنني كان أبداً أبقى معاكم أكثر بس عند ارتباط لازم أروح لسنين شكراً جزيلاً حبيت عائدكم شكراً أحمد شكراً شكراً أحمد معجبين كثرة وحتى من الفنانين فكيف كنا بموضوع المدراء وإلى آخر كنتش أنه دائماً حنا بالشرق أصلاً بسرعة أما ظارباً نفتقر فكرة أنه ستار ميكر وإنه هو يصنع النجم فأنت تحسين أنه هو يساعد بالاختيارات ممكن أخياناً أنه واحد يساوي كويتينج أو يفصل مدير أعماله أو أنه ينفصل عنه حتى لو كانوا أصدقاء أو تربطهم نعم الاختلاف في وجهات النظر أنه هو يريدش لا كلاوديا ركزي عراقياً ركزي لبنانياً ركزي وتتقول لا أنا مو بالمود ما حاسة أنه هذا الشيء بخير وفي أنه كإدارة أعمال ممرت يعني بها كثير لأنه أنا أدير أعمالي بنفسي ولحد الآن نحب هذا الموضوع وعندي كذا مستشاري يعني أنا أتعامل مع مستشارين أكثر فالمستشارين الألامين ما لهم مثلاً علاقة باختياراتي الغنائية يعني لهم حد إعلامي لكن مو فني لكن اختياراتي الفنية يعني ببهون قصداً في حفلات مكررة أو مع نجوء يعني الفكرة لا لها علاقة باختيار الكلمة واللحن والمقر لا ولا لها علاقة حتى بالحفلات لكن هي لها علاقة بنقل الخبر مني إلى الجمهور أو إلى الجريدة أو الميجازين أو المجلة يعني آلامياً ويا أنا شخص أكو شعيعاتي تقولوني انفصلة وناس تقول لا أفترقة وناس تقول تخاربة خل نعرف من هو يعني؟ هشام أمين أكيد إذا نسأل هشام كل عام أنت بخير؟ كل عام أنت بخير كدب الإشعاعات يا أستاذ هشام يلا أنا أريد لك الأول مبروك الألبوم بإذن الله الألبوم والكليب دو تكون سنة ألفين وحد أسر الانطلاق والحقيقة دي كدب إذن إذا أنا عارف أنت تأتي ثلاث سنين بجد يا جماعة لوديا ثلاث سنين نشغال على نفسها خطوة 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 إحنا يعني من أول ما عرفتها وهي بتتعب جداً دي عشان توصل للمرحظة ما يبقى لها ألبوم بجد وإن شاء الله الألبوم يكسر الدنيا إن شاء الله يا رب تسلم يا رب هاي أول شيء كذبتوا الإشاعة بدون ما تكذبوها هشام أمين يعني أول قبل كل شيء هو أخ ثاني شيء صديق ثالث شيء يعني مستشار الإعلامي سابقاً وحالياً صديقي جداً يعني إحنا نفصلنا ممكن عملياً لكن لم ننفصل كصداقة وكأخوة أو لحد الآن حتى من مثلاً توقف عن موضوع هو وإحنا لم ننفصل في مشكلة لكن هو توقف عن موضوع أنه مستشار إعلامي فحط لي في مكان أحد ثاني وهو دائماً عين ترقبني ودائماً ويايا وما في أي مشاكل بيني وبين هشام هذا واضح هذا واضح هشام بكلمات بسيطة قولي شو رأيك بفكرة أنه يعني الفنان مو بس شكل أو جمال أحياناً يكون تفكير وطريقة عملية بتنفيذ الخطوات شو رأيك في تفكير كلاوديا؟ نعم فدلوقتي الصورة والصوت والشكل والإفكارات كل ده مكملين لبعض في الآخر الموضوعه مش حاجة واحدة أقول لك يعني لو في حاجة عنده واحد أقل شوية ما بيعوضها بحاجة تانية نعم فهو الموضوع في الأول طريقة طريقة تفكير كلاوديا شنو الأشياء اللي ما خلنجول كومن أو الأشياء المتشارها بينك وبينها والأشياء اللي ممكن تقول لا كنت تختلفون عليها نوعاً ما واختلاف الرأي لا يفسد في الود أي قضية لا احنا ما يعني كاختلاف ما فيه شيئا بس كلاوديا العصبية الصحيرة دي عندها إنما هي تفكيرها ذكية جداً 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 لأبعد الحدود يعني حتى عارف وبيعمل فيه كويس بيحسب خطواته شو ترى بجد يعني أنا بقول لك فيلم دي عن شهادة صغيرة لها إن بجد كلاوديا يعني العراقيين بجد لازم أخار أنهم عندهم كلاوديا كلاوديا ما تقلش إيمة عن الناس الكبيرة خازم السهر وناس اللي موجودة لأنها نجحت برى العراق ثاني حاجة يعني فيه ناس كتير أهو كانوا يهجموها إنها بتتكلم لما تيجي في برامج مصري تتكلم مصري وتيجي في برامج عراقية بتلوقتي تتكلم عراقي فالناس يقول لها أن تبعيش بتتكلم مصري أو بتتكلم عراقي فبجد لأ الناس بتحبها وهي بتتكلم مصري وهي بتتكلم عراقي يعني السنة مرش وطن دي معنا صحة نعم بس فيه أنا جحة في مصري يعتبر شرف اللي أنها نجحت وهي لسه بقالها ثلاث سنين وقدرت تعمل بصمة كيفية فص الموجودين في مصر والموجودين على حقنا العراق جيد وشهادتك هم نعتز بيها جدا صاد هشام شكرا على وجودك ويانا خلال هاللحظات وأتمنى لك عام سعيد إن شاء الله هشام من الناس اللي وقفوا معي في بداياتي وبتديت من ويا يعني من من اسم من مس عرب وورد وكان معي ودائما خلينا نقول كنت أستشير إعلاميا هذي الكلمة نقال هذي لا هذي إيه هذي لا ومن بعدي يعني كثير من يوم أنه نزلت إشاءة أنه أنا وهم فصلنا كثير حاولوا من الفنانين أو من الفنانات يتصلون بي يعني يكون يتعاملوا إياهم كمستشار إعلامي بحيث حتى في يعني من كثر أنا يعني الأخوة قوية بيني وبين هشام والصداقة بيني وبين هشام قوية حتى كاني شوفني المسيجات وكيف تنكتب يعني مسيجات اللي موجودة عن تليفونا بتليفونا من فنانين ومن فنانات وهذا الرقمي البرايفيت وإحنا نريد أن نتعاملوا إياك وإحنا نسمعنا أنه أنت تركت كلوديا لكن هو دائما كان نحافظ الود اللي بيننا والسبب أنه هو أنه إحنا يعني ما كان أنه هو توقف أنه يكون مستشار إعلامي وفتح مكتب إعلامي أكبر وكل الستاف اللي يشتغل معه هشام هو مسخر إلي حاليا ويعني كانت فتح شركة إعلامية فتوقف أنه هو كشخص كفرد وإنما كمجهور نعم للعنصرية شوية نعم كلوديا فكرة أنه مستشار إعلامي مصري هل هذا يعني أنه هو أكثر خبرة في السوق العربية أما أنه كنت تحبين أنه ممكن يكون عراقي ويحمل هذه المواسطة لكن أتمنى بالعكس يعني أنا أعتز بهشام كمستشار إعلامي وكأخ وكصديق لكن نتكلم قبل هشام كنت أتمنى أنه أنا ألقى مستشار إعلامي أو مدير أعمال عراقي لكن أنا مقيمة في مصر وانت مثل يعني مثل ما نعرف أنه قلة في موجودين من المستشار الإعلاميين والكونتاكت الإعلامي العراقي موجود في مصر يعني شبه ما في يعني شبه ما كو قليل ما موجود قليل فهشام ابتدى معايا ونجحنا مع بعض واسمنا كبر مع بعض وهو كان في بداياته وأنا في بداياتي ورب العالمين وفقنا ولحد الآن أني هو مستمرين مع بعض جاءت في حالة إذا وجدتي مستشار إعلامي عراقية أكيد رح تقولي لك أنت العراقي أكيد رح تقولي أنت عراقي إذن نسمع عمليت أنت العراقي إكس كلوزيف على القيثارة مثل ما يقاتي كلوديا حصريا وبعدين نعرف تفاصيل هذه الأغنية وأنت العراقي تشاهدت حسين نوع من التذكير أنه بهوياتنا نسمعها سوي تشاهدت حسين نوع من التذكير تشاهدت حسين نوع من التذكير هذا الحلو كاتلني يا عمام بدوى أردا ضمى وردا شمى عذبني بدلالة حسنة وبجمالة عذبني بدلالة حسنة وبجمالة وذا أزعى لي دل هاني غلطان لأن هو العراق خوش إنسان احبك انت راضي وانت زعلان لأن انت بحياتي أجمل إنسان وذا أحبك انت راضي وانت زعلان لأن انت بحياتي أجمل إنسان وذا أحبك تصير الدنيا أنوان يلكلك محنة وطيب مليان ترجمة نانسي قنقر